موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من أحلى الأوقات كلمة الأمل أيها الأعزاء وإن كانت حروفها قليلة لكنها تحمل في طياتها الكثير كأنها فسحة سماوية تطل علينا بغد جميل اليوم في كلام حل معنا في هناك أوقات سعيدة سنعيشها سويا في هناك الكثير من الذكريات الجميلة والمواقف التي دائما ترسخ في الذاكرة كل الحب لكم أيها السادة كل التقدير لمحبتكم ومتابعتكم أحلى الأوقات معكم من جديد في حلقة جديدة ومتجددة والبداية كالعادة الترحيب بضيفي الدائم والضاح الشاذلي شيف برنامج أحلى الأوقات أهلا وسهلا فيك في هذا اليوم وهذه الحلقة أهلا أخوان الله رحل للسادة المشاهدين جميع من يشاهدنا عبر قناة حضر موس والحمد لله نحن موجودين اليوم دائما معكم إن شاء الله إن شاء الله اليوم يعني أكيد حنكون نشوف شي جديد ومختلف دائما ثلاثين حلقة فيها كل ما هو جديد طبعا نحن بغن نضيف اللي عندنا اليوم يروح وهو يعني على آخر مزاج يعني بكل تأكيد أكد لك أنا هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله مشاهدين الكرام ضيف حلقة هذا اليوم شعاره عش أسد حكمته اتقي شر من أحسنت إليه هو لاعب بدرجة فنان دخل قلوب الكثيرين دون استئذان عرفته الجماهير الرياضية اليمنية مثالا للنجومية والإبداع الكروي بعد أن أقدم على هدم سورة الصين العظيم بقديفة لا تصد ولا ترد في تصفيات كأس العالم في العام الف وتسعمائة وأربعة وتسعين أرحب بضيفي قاهر سورة الصين العظيم الكابتن الأسطورة صالح بالربيعة فاصل مشاهدين الكرام ونعود مع ضيف حلقة هذا اليوم من أحلى الأوقات مشاهدين الأعزاء مجددا أهلا بكم الموهبة والإبداع صفتان تقودنا دائما إلى السحر لوحة الإبداع أيضا لا تنحفر إلا بثقة صانعها وبخفة ظل من يجسد هذه الموهبة الموهبة اليوم هي موهبة ذات خصوصية متكاملة خصوصية في الأداء خصوصية في الكاريزمة خصوصية أيضا في الكثير من الأمور الرياضية الكابتن صالح بالربيعة ضيف أحلى الأوقات أهلا وسهلا بكم مرحبا نورتنا وأسعدتنا بجيء منورين منورين بداية مجال كرة القدم له جمهوره وله عشاقه وله أيضا الكثير من المتابعين حدثنا عن هذا الشغف الجميل لكرة القدم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر قناة حضرموت التحت لهذه الفرصة وبالنسبة لكرة القدم يعني كرة القدم هي المحبوبة في العالم كله أنت كصالح بالربيعة عندما كانت طفولتك هل كنت زي ما نرى الشباب الآن الجيل دائما في الملاعب دائما حامل كرة معه؟ طبعا أنا بدايتي كبدايتي لاعب يعني من المدرسة نعم ثم الفرق الشعبية التي تابعها لنادي شعب حضرموت شباب أكتوبر ومن ثم انضميت إلى الفيات العمرية لسنة 18 سنة نعم محترف يكون مميز في أداؤه الكروي أنت كصالح بالربيعة هل كان طموح عندك أنك تكون لاعب مشهور؟ يعني كل واحد يطمح أنه يكون مشهور أنا بدايت رغم أنه كان والدي يعني ما يحب الرياضة الوالد نعم ولكن أنا أعشق الرياضة وطوال الأسبوع أتدرب سواء مع النادي أو مع الفرق الشعبية نعم حتى الجمعة أتدرب نعم الصباح يعني أعشق كرة القدم أسرار عندك أسرار وحب وعشق لكرة القدم طبعا لو تذكر أتعدي التذكير لأستاذ المشاهدين عن بداياتك وتدرجك حتى وصلت لهذا المشتوى قول أنه بديت من المدرسة مدرسة أكتوبر نعم ثم إلى الفرق الشعبية فريق شباب أكتوبر من ثم إلى سن 18 نادي شعب حضرموت ومن ثم إلى الأول الفريق الأول استمرت يمكن موسم واحد وتزوجت في حينها عدت من دوعا تفاجأت أنه طلعت إلى منتخب الناشيين خبرني الزميل الإعلامي أحمد ناصر بامندود ومن ثم من ناشيين تذرجت المنتخبات إلى نهاية 2010 كيف استقبلت الخبر لما خبرك طبعا يعني شعور لا يوصف لما بلغنا الزميلي أحمد ناصر بامندود أنه كان طمية إلى منتخب الناشيين هناك كان المدرب فرجبة يوسف نعم له من الشهر وتترجت بعدها على طول طلعت من الناشيين إلى الأول ضمونا إلى الفريق الأول هل كان في مواصفات معينة للشخص اللي ممكن أن ينضم للناشيين طبعا يعني المواصفات أنك تكون لاعب لأنه في ذاك الوقت يعني الوقت الكرة يعني الجميلة نعم كثير اللعبين ميزين وعشان كذا ثبتت استمرت من الناشيين إلى الأول أخذونا الفريق الأول نعم ومن ثم في الظل الوحدة في الظل الوحدة طلعت مع المنطخب الأولمبي نعم ومن ثم الفريق الأول وتترجت هكذا واستمرت يعني لألفين وعشرة أكيد هناك فيه كان معسكرات تدريبية ربما للناشيين ككل كيف يعني حدثنا عن أول يوم مثلا لك أنك في مجانب التدريب عندما انتقلت إلى هذه المرحلة انتقلنا من ندخل الناشيين إلى عدن قبل الوحدة نعم في ثمانية وثمانين وعسكرنا في عدن طبعا ما فيش كان معسكرات خارجية إنما في عدن معسكرنا وعفوا عملنا معسكر خارجي في جبوتي نعم من ذاك والبطولة هي كانت في الكويت في ثمانية وثمانية كانت في جبوتي المعسكرات نعم المعسكرات كانت مجموعتنا المنطخب السعودي والمنطخب العراقي والمنطخب العماني والمنطخب الكويتي طبعا ما هي أخذت البطولة فيها تصفيات كاس العالم هي المهلة لتصفيات كاس العالم أخذتها المملكة العربية السعودية البطولة هناك أيضا يعني الكثير عندما يذكر اسم الكابتن صالح بالربيعة يتذكر الهدف الأسطوري في صين فحدثنا عن هذا الهدف كيف كان يعني كيف كانت الأجواء كيف كان أنت وسط المرمى لما سجلت الهدف حدثنا عن هذه الأجواء طبعا هذا الهدف هو اللي أعطانا الشهرة وهذا الهدف جاء في 93 في مديرة الأربيت تصفيات كاس العالم نعم كانت مجموعتنا منطخب العراقي والمنطخب باكستاني والأردني هذه مجموعتنا والمنطخب الصيني الحمد لله توفيق من رب العالمين نعم وأحرزت الهدف ولكن يعني أقول لك شعور لا يوصف يعني كنت فرحان أول هدف أسجله مع المنطخب وليه هدفين هي كلها دولية معي هدفين هدف في فريقوز بكي وهذا الهدف اللي في المنطخب الصيني هو اللي أعطانا الشهرة هذا الهدف أكيد خلى الأنظار الكثيرين تقرب إلى الكابتن صالح بالربيعة هناك عدسات كاميرات في ذاك المكان لمختلف القنوات الفضائية العربية والأجنبية كانت مسلطة الضوء على هذه المباراة لماذا صالح بالربيعة لم يحترف خارجيا طبعا أنا حصلت عروضي يعني خارجيا حصلت من نادي الريان القطري ونادي قطر القطري حين ذاك ولكن فضلت شعب حضر الموت وحصلت عروضة محلية هنا وفضلت الشعب بدأت مع الشعب وإن شاء الله أنهي مع الشعب إن شاء الله بإذن الله هذا الولاء والوفاء لنادي الشعب حضر الموت لو تحدثنا عن العلاقة التي ولدت عندك هذا الكم والحب والمقدار من الشعب حضر الموت طبعا شعب حضر الموت دعا دي أقول لك في دمي شعب حضر الموت وأنا مستعد أعمل أي حاجة إلى شعب حضر الموت من كل اللعبين الجديد هذولا لو أحمل الجديد ما تحقم إن شان شعب حضر الموت صراحة هذه مشاعر لا تكون حاضرة إلا من شخص فنان ومبدع وطيب القلب كما عهد الكثيرين الكابتن صالح بالربيعة طيب كابتن صالح من اللاعب اليمني الذي ترى فيه إنه ممكن يكون خليفة صالح بالربيعة والله طبعا اليمن فيها مواهب كثيرة وأتمنى يعني إنه يجي لاعب يخطف الأضواء وننسى صالح بالربيعة لا ننسى هذا شيء مستحي أتمنى أتمنى وأنا أدعم الشباب أنت ولدت ذكرى جميلة وخلقت تروح طيبة لدى الكثيرين ندعم الشباب نعم ندعم الشباب ونساندهم واليمن مليانة بالمواهب نعم كيف ترى عندما تروح مثلا مباراة في ملعب معين مثلا شعبي نشاط رياضي الآن عشان كده مشان تشوف الشباب وبقعة واقفة يعني ما فيش دوري وإذا فيه ما تلاقي المواهب الآن حاليا حكم الأوضاع يعني نعم يعني تكون عندك معسكرات خارجية عندك مدربين على مستوى عندك محترفين تطور رياضة إذا كانت موجودة لمادة يعني أمورك تمشي نعم نحن سعداء معك في هذا القسم الأول من البرنامج ما زال الحديث بقية معك ومع الكثير من الذكريات والشجون الجميلة دائما ترافق الكابتن صالح بربيعة مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في أحلى الأوقات أحلى ابتسامة أحلى كلام ممكن تسمعوه في أحلى الأوقات أحلى أعمال ممكن نشاهدها في أحلى الأوقات أحلى ابتسامات وذكريات وأيضا شجر مختلف في أحلى الأوقات لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا ما زلنا معكم في أحلى الأوقات عودة لكم مشاهدين الكرام هناك حوار جميل وشيق ورياضي بامتياز وأيضا اجتماعي إنجاز لنا التعبير مع الكابتن صالح بن ربيعة مجددا أهلا بك أهلا بك سعلا بك اليوم نحن سعداء أنك معنا سعداء أن نحن نستحضر مثلا الذكريات الجميلة نستحضر المواقف الحلوة في حياة صالح بالربيعة طبعاً حاب لنرحبك يعني أرحب أنا وانت بوضع الشادلي طبعاً وضعه هو شيف حلقة شيف البرنامج يعني يعني يحاول أنه يهدي ضيفنا وهيدي السادة المشاهدين كل يوم حلق أو أكله هو يعملها شرقية وغيرها الكابتن اليوم اللي معانا الكابتن صراحة كبير يعني فلازم الطبخة تكون مميزة طبخة ضخمة تكون طيب إيش محضرنا اليوم منك بتسوينا؟ اليوم محضرين معانا أسمه حلق ومعانا أكري كيك كوب كيك عبارة مع مشهورات العالم كلنا نقدم معاكم وبإن الله تنال عجابكم إيش محلقة مثلاً؟ الحلقة حلقة ضخمة معانا حلقة أسمه كيك وفي نفس الوقت كيك مفاجأ يعني عدوا قوه انتم إن شاء الله بنال عجابكم إذن إحنا والضيف أكيد أستاذ المشاهدين بنستمتع في قسمك بالعودة إليك كابتن صالح حينما يكون مثلاً شخص شاب لديه موهبة مثلاً في جانب الرياضي ويرى الكثير من المطبطين الكثير الذي يقولون له مثلاً ما تنفع أنت وما يعطونه فرص ولا يخلونه يعني يطور من ذاته كيف ترد على هذا الأمر؟ طبعاً اللاعب هو المذرب ليختار هذا اللاعب إذا كان عنده موهبة يعني طبعاً بيلعب على طول لا في هذا الوقت يعني في هذا الزمن كزمنكم بالجميل في هذا الزمن نرى كثير من المشاحنات ربما بين أشخاص ربما هذا يعرف شخص هذا ما يعرف شخص هذا يعطيه هذا ما يعطيه ما يعطيله مجال ربما لنفسيات معينة إيش تقول مثلاً اللاعب نفسه ده كان عنده موهبة وما حصل يدعامه هل يستمر أنه يطرق البواب؟ طبعاً طبعاً أم ييأس؟ لا 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 طبعاً يستمر وإذا كان ما حصل فرصة في النادي ذا بيأخذ في النادي الآخر يعني يستمر يعني في المحاولة وكل أقول لهذاك كل مجتهد نصيب كل مجتهد نصيب نعم أما لحكت فرصتك مثلاً في شعب حضر موتا وفي نادي التضامة والمكلة هو بأي من الفرق ممكن تروح لأي نادي آخر يعني صحيح المدربين يختلفون يعني طيب من كان يعني قدوة في ذاك الزمن الجميل في حياة الكابتن صالح بالربيع كان مثلاً جانب رياضي يعني لاعب رياضي معروف سواء محلي خارجي كان هو قدوتك من كان؟ طبعاً الكابتن طاهر بسعد أبو حاج ماسلاً كابتن طاهر بسعد نجوم الزمن الجميل كان لهم يعني لمسة خاصة بهم من من النوادي العربية أو الأجنبية الآن نحن نرى الكثير من الدوريات التي تقام ونرى الكثير من عشاق هذه الدوريات نشوفه في المقاهي نشوفه في شاشات التلفاز يعني مواضب أنه يشوف هذه الفرق من يشجع كابتن صالح بالربيع؟ طبعاً أنا تابع الدوري السعودي بكثرة يعني وناديه المفضل للاتحاد هو نعم ناديك للاتحاد ليس هو نادي المفضل؟ عشان كده حبيتنا الاتحاد طيب يعني في شي ميزة معينة لا في كرة يعني في السعودية عندك الهلال عندك النصر الأهلي يعني فرق كبيرة يعني ولكن أنا حبيت الاتحاد رغم أنه وضعه الأيام هذه يعني ضعيف جداً وإن شاء الله يعود الاتحاد بإذن الله هناك كثير ربما من الأصدقاء الذين كانوا قريبين جداً من صالح بالربيع من من الأشخاص اللي تربطوا ببعو ذكريات جميلة تتذكرها ربما فقدته ربما ما زال متواجد من؟ والله كثيرين من الأصدقاء يعني وصعب أعدد لك يعني أصدقائي كثير أي حد مثلاً عنده موقف معين تتذكره مثلاً زميلي خالد بن بريك طلال بن حيد قدرة بن يمين بالفاس يعني كثير كثير لا ننسى حد يعني عادل محمودي يعني كثير لأصدقاء من من الأصدقاء تأثرت لما فقدته؟ عبدالله صحاليل لو لاعب مع شباب اكتوبر نعم ولعب نادي الشعب تأثرتنا يعني بوفاته شهدنا قبل أيام تكريم يليق بالكابتن صالح بالربيعة قامته المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمثابة الخطوة للمهرجان التكريمي للاعتزال كيف وجدتم هذه اللمسة التكريمية العرفانية لكم؟ طبعا هذه هجت الفكرة من الزميل عمر البارك بالتنسيق مع المدير التنفيذي سامي السعيدي وفي فترة وجيزة يعني أسبوع عملنا هذا كله والحمد لله يعني الجمهور متعطش للزمن الجميل والناس تحب صالح بالربيعة عشان كذا يعني يتواجدوا في الملعب وليساهم بالنساعدة ولي احتل اطفال وأشكر رابطة نادي التفامن اللي هي طبعا هي رابطة نادي الشعب ورابطة نادي التفامن الموجودة في الملعب وأشكر كل كل من حضر لما شفت الجماهير والأشخاص الذين قدموا لهذا التكريم وهذه المباراة التكريمية كيف كان شعورك وأنت داخل الملعب؟ طبعا الملعب مليئا كان يعني شعور لا يوصف والزملاء لعبين القدامة اللي عاصرونا وأشكر الكل كل من جاء من شان صالح بالربيعة أشكره نعم كمان الملفت أنه فيه هناك كمان لعبين قدامة كانوا من عدن حاضرين وكانوا من كثير من مناطق جاءوا يشاركوا هذا التكريم؟ طبعا هذا تكريم وليس اعتزال نعم وإنما في الاعتزال إن شاء الله ندعي من جميع المحافظات الجمهورية نعم أنتوا الآن في خطتكم للمهرجان الاعتزال؟ طبعا نادي الشعب يعني عدوا أنهم والأخ المحافظ توعد يتكفل بالاعتزال طبعا أنا حصلت وعودات من سابق نعم من الشيخ أحمد صالح العيسي نعم يقوم بتكريمي أو الاعتزال أقول وعدنا يعني يجيب الاتحاد السعودي ولكن الآن في وضع حالي يعني صعب يعني وضع البلاد صعب إن شاء الله يزيننا حال وضع البلاد إن شاء الله تيسر الأمور تيسر الأمور ويكون اعتزال يليق بي يعني بما قدمت للمنتقبات بإذن الله أنت يعني من سابق كنت تفكر مرارنا وتكرارنا في الاعتزال لكن الجمهور هو الذي دائما ما يقف حول هذا الموضوع يخليك تعود للملاعب طبعا يعني جتنا تشبع يعني في الكراه وفي فترات من أعتقد أنه أربع مرات أوقف من نادي الشعب نعم ولكن يحتاجن الشعب وضع الفريق يكون هابط في الدور الثاني نعم ويجونا أصدقاه يعني يقول للنادي بحاجة إليك طبعا أعود الحمد لله يعني ونتعدى مرحلة الهبوط هذه أربع مرات تحصل معي والحمد لله لأن نادي شعب حضر موت بخير وأتمنى من نادي يعني ساعدنا في التكريم على الزاني بإذن الله نحن أيضا والكاميرات في شاشة تلفزيون حضر موت سنكون دائما حضرين في كل ما يتعلق بهذا النجم ونجوم آخرين سيذكرهم التاريخ لما صنعوه من إبداع كبير ماذا يطمح لنوادي حضر موت الكروية لمواهب حضر موت الكروية لكابتن صالح ربيعي ماذا تطمح لهم طبعا يعني أطمح الفرقلي في الدرجة الثانية تطلع للممتاز بحيث أن يكون هناك فيه تنافس وأتمنى يعني أن شعب حضر موت يأخذ الدور وأخذناها آخر مرة له في سيون آخر بطولة هذه أخذناها وأتمنى للفرق الأخرى يعني تصعد للممتاز وتأخذ القاب بإذن الله هناك كثير بابا من المشاركات الخارجية أنتم كنتم على رأس القائمة في تمثيل المحافظة في كثير من محافظة ومناشط كروية خارجية كيف حدثنا عن هذه التجربة؟ طبعا أنا شاركت يعني نادي شعب حضر موت ما أذكر الآن نعم يمكن 2009 أو 2010 أو 2008 ما أذكرها بطولة أبطال كاس عفوا أبطال كاس شاركنا في البحرين نعم أنا لما قدمتك في بداية الأمر قلت لديك حكمة تقول اتقي شرة من أحسنت إليه لماذا؟ هذه مفضلة لي هل مثلا صالح بن ربيعة تعرض لكثير من الأشياء ربما التي جعلته يضع هذه الحكمة شعارا له؟ لا طبعا ما تعرض لأي حاجة وإنما حكمتي هذه أنا بس معمول بها على فكرة في كل الوسط سواء المجال الذي فيه إبداع هذه حكمة جميلة بصراحة ويعني سعداء مع أنك أنت جاوبتنا جواب دبلوماسي ما تبغى تقول نحن ليش أنت اخترت هذه الحكمة لكن نحن نقبل هذا الرد طب كيف كنت مع الطبخ وحياتك الشخصية الأخرى هل يوم صالح بن ربيعة دخل المطبخ وعمل له طبخة كده وكل هلأ كان محد في المطبخ والله بالنسبة للطبخة جربتها لما رحنا مصر أنا وزميلي خالد بن بريك طبعا في علاج حاولنا أنا وزميلي لكن ما عارفنا إيش كانت الطبخة اللي حاولتوا طبخة ما عرفنا لها يعني إيش المجال لك حاولنا طبعا نحن حضارة من حب الرز زي ما قال المحضار نحن قوم رزازة حاولت أنا وزميلي خالد بن بريك ولكن ما طلع رز ما طلع رز عشان كده رجعنا وهلكلتو يعني حتى لا رجعنا نوكل في المطعم المحاولة كانت فاشلة فاشلة إذن ما في أي علاقة لك بالطبخ لكن متدوق محترف ها ها تقول هذي الطبخ حمد لله إيش الأكلات اللي تحبها عادة طبعا الرز الرز أكتر سي الجبات الرز الكبسة أخلاص احنا كمان حيكون معنا قسم آخر من الحديث عن الأكل وغير الأكل وحيكون معنا كمان الذكريات جميلة أمال وطموحات لصالح بن ربيعة في هذا اليوم وهذه الحلقة أحلى الأوقات ما زال معكم وسنكون مع الشيف والضاحة الشاذلي وكابتن صالح بن ربيعة وأنا في أحلى الأوقات مشاهدين الكرام المرة الأخيرة أهلا بكم في مطبخ أحلى الأوقات ومع الشيف والضاحة الشاذلي ومازال معي ضيف حلقة هذا اليوم المميز الكابتن الأسطورة صالح بن ربيعة نحن الآن في مطبخنا وعندنا الشيف والضاحة أكيد نحضر لنا اللي كلمنا عليه في البداية الكابكيك والحلة الحلة الكيك والحلة الكيك خبرنا عن مقادير هذه الأكلة عن الكابكيك في البداية أشبت أكلنا يعني بتخلينا نحن نسلح في البداية زي ما بقلنا الكيك نعم الكابكيك بنحط السموة الدقيق زي ما أنت شايف والأول حاجة السموة الزبدة في العجانة شوف كابتن صالح ممكن يأخذ خلفية كابتن صالح عشان لو مرة من المرات حبيت أنك يعني تتهور ودخل المطبخ زي المرة اللولى اللي في مصر نعم فيكون معك نتيجة أنك تعمل سيء نعم هذا الزبدة كم يعني المقدار المقدار الزبدة يعني ما للكوب هذا نحن نأخذ بالكوب أفضل عشان تكون ساهلة لسادي المشاهدين كل من يشوفنا السكر أيضا هاخد جرعة من السكر مش كله مهم يعني معلقة معلقتين بس نرويكنا الآن جما أنت شايف هذا الكوب نعم هنأخذ نصف الكوب نصف الكوب نصف الكوب مع الزبدة مهم فأسيب الزبدة والأسمو السكر شغع في العجانة لحد ما يذوب الأسمو السكر معي بعين أضيف الحاجات الثانية اللي الدقيق والبيض وال يشغله وكم ما يكون في أهم يعني هذا الشيء أنت تقدر تحكم به مهم تحط يدك وتشوف يعني أنت بسم الله نعم بشغل مهم شغالة الآن السكر مع الزبدة نعم فلما أنا بشغل السكر مع الزبدة بسيب السكر لحد ما يدوب مهم ذا بالسكر ببدأ بضيف بالبيض على شوية شيء ثلاث حبات بيض أربع حبات بيض ماشي بشيء حسن ما أنت تحب البيض يعني فلان إذا كفت شغل بالدب لا لا خطأ أكثر من أربع حبات لا يعني اللي نحنا سويناه الآن السكر مع الزبدة أنت سوي ثلاث حبات بباه سبات حبات ضيف كله بعد ما يكون بعد ما يكون يواخد الخليط المتجارب خقه أيها بالضبط معنا بعد من نحط اسمه البيض مع لنا الآن ووقفنا حطينا البيض زي ما أنت شايف حطيته إول واحدة مهم بسم الله هذه الثانية أيضا ثلاث ثلاث خبات بيض مع المقادير اللي أنا حطناها السكر والزبدة كثير كم جيستغرق؟ فلتها اسم المضرب يعني ممكن تحدود ربع ساعة عشرين دقيقة بعد ما نحط الحاجات هذة بقوم بضيف الدقيق زي ما انت شايف كوب دقيق كوب دقيق بحط الفنيلة بحط اللبن أيضا مع الدقيق أضيف شوية لبن كم الكمية اللبن؟ اللبن حاجة بسيطة يعطيه لون بس دخل الفرق والدقيق أيضا نسي الشي يعني عادي احنا ممكن نحطه عشوائي كده من دون ترتيب ولا نازم نتغير بالترتيب لا اهو افضل يفضل ان يكون كوب دقيق زي ما انت شايف كوب دقيق بكمل الكوب قبل ما يمتدي باللبن اللي اقصده المقادير يا وضاح لما نحط بيض يعني لو خبطتنا حطيت الدقيق بحطت البيض عادي يعني لازم تبدأ بالترتيب السؤال يعني جيد استاذ عمار الزبدة والسكر عمار الزوب يعني يعني يذوب اللي اسم السكر بعد ما يذوب السكر بضيف الحاجات الأخرى يلي هي الدقيق الدقيق اللي اسمه بها هذا اللبن حليب الحليب بيضا الفنيلة مشان نضيع ريحة البيض الباكم بودر مشان نفتح داخل الفرق هذا الدقيق اللبن كوب كم هذي مثلا ربما يعني تكلف العاكلة ما تكلف كثير هي حاجات متوفرة في أي بقالة تحسين لهم اهه في أي سوبر ماركت في أي دقيق اللبن بودرة سكر باكم بودر فنيلة مشان نضيع ريحة البيض رشة فنيلة هذا رشة فنيلة ورشة مثلها باكم بودر الرشة باكم بودر ورشة فنيلة الفنيلة مهمتها منشان نضيع ريحة البيض زي ما قلنا بعض ما يحب ريحة البيض أنا بضيعها بفنيلة يمكن نضيعها بريحة ثانية يعني غير الفنيلة برتقال فراولة عدة نفهات نعم هذه الآن تطبعها وتخلطها هل بعد ما تستوي العجينة تعمل شيء آخر بعد ما تستوي العجينة أنا بسوية في الأكواب مهم أكواب كوب كيك مهم تكون جاهزة يعني تضعها في الفرن تختلف الأكواب لا تكون هكذا فقط نعم أكواب الكوب كيك عليها ورق في أي مكان تحسرها ورق كوب كيك هذه المقادير التي نضعها مرطن ثاني سكر زبدة دقيق اسمها بيكم بودر والحليب البيض يختلط عشرين دقيقة ستطلعه من اسمه العجانة نعم تضيف عليه داخل الأكواب وتضعه الأكواب التي تفضلي هناك أكواب عديدة تحسرها مع بعض مربوطة يعني أربعة مربوطة في الدخل مرة واحدة في الفرن نحن معنا الأكواب الموجودة كما أنتم شايفين تضع عليها ورقة الزبدة ورقة كوب كيك سمونا ورقة الزبدة دي برضو متوفرة متوفرة في أي مكان نعم نفس الأكواب في المكان التي تأخذ فيه الأكواب الكوب كيك تأخذ فيه الأوراق اسمه كوب كيك وتضع المقادير فيه وتنضعه في الفرن أو كيف؟ طبعاً لما تكون عندنا خلاص العدنة جاهزة بضعها بضفها داخل الأكواب كم فترة تتمي في الفرن؟ في الفرن بعد ما أسويها داخل الأكواب هذه بدخلها الفرن كم فترة؟ أول 4 ساعة أفتح عليها يعني بناحظة على هذا الشي الفرن في الأسمو الكوب كيك لا تفتح عليه إلى بعد 4 ساعة لو فتحت قبل 4 ساعة يهبط ينزل يعني ما يكون شكله ما يكون شكل الكوب كيك لو ما خرج بشكل حلو ولون ضخم وليس كوب كيك لازم يكون كوب كيك لأننا لا ندوى كوب كيك حلو وضخم كما قلنا كما قلنا الفرن نحن معنا جاهز يعني لما أنتم عارفين كل مرة هذا بنا أريكم الحاجة التي نحن مجاهزينها التي نحن طلعنا من هذا الشي حسنا ثم نضع الفرن داخل الفرن أربع ساعة أفتح عليها بعد الرسعة أرى إذا عادت احتى ثلاث دايقتين ثلاث دايقتين أريد إليها حسنا أنت بعضهم يحب يفضل يكون اللون غامق بعضهم يحب يفضل يكون شوية فاتحة كما أنت تحب شوية إذن حاجة بسيطة أجهز لك جهز لك وخلي هو ما زلنا معكم مشاهدين الكرام مع الكابتن صالح بالربيعة كابتن صالح أنت عددت لي هناك أسماء كثيرة من الأصدقاء الذين تربطك بهم علاقات شخصية حتى لا تنسى أحد يعني من تستحضره كمان من السيتم طبعا زملائي كثير سهلا بحاجة يعني أنا آسف إذا نسيت أي حد نعم من الزملائي أكيد حيلتمسوا لك العذر دائما ماذا يريد صالح بالربيعة في القادم الجميل؟ يعني إيش طموحه إيش أمله إنه يحققه عالم يحققه الحمد لله يعني أنا لي هو أطتنا لي كرة القدم أطتنا حب الناس وهذه أهم حاجة عندي الله حب الناس نعم حب الناس غير المادة غير هذا طبعا ما أفكر فيها أنا أكفينة أحب الناس بس بالعادة كابتن صالح هناك نجوم برع سواء فنانين سواء رياضيين سواء ممثلين غيرهم كثير هل يوم صادفت كابتن صالح أن أحد قال لك ممكن أتصور معك أو ممكن توقيعك الشخصي؟ طبعا يعني بعد حدفي في الصين يعني المعجبين والمعجبات أوقع لهم يعني أول مرة أوقع في الأردن في أربد ولما ذهبنا إلى الصين أوقعت لبنات ووقعت لشباب وهذه الأول مرة والحمد لله يعني هذه اللي حصلناها من رياضة أحب الناس نعم حب الناس ماذا تريد الرياضة لكي تتطور؟ طبعا زي ما قلت لك يعني المادة هي أهم حاجة في تطور قرات القدم عندك مادة عندك مكانيات تجيب المحترفين تجيب المدربين على مستوى معسكرات الخارجية هل أنت مع أن الطاقات الشبابية ممكن أن تقود مثلا الأندية حاليا عشان هم عندهم مثلا فكر متجدد ممكن يطولوا؟ ممكن 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 أو مع الاستفادة من الخبرات طبعا؟ طبعا الخبرة هي الأكثر لها دور في مجال الرياضة الخبرة نعم إذن نحن سعداء جدا كابتن صالح وأكيد الحلاء اللي خبرنا وضاح عليه الحلاء جاهز الحلاء أيضا ما خدنا فكرة عليه جاهز وعطينا فكرة الحلاء أنتم تقنوا بادي رغمانا طبعا صالح كابتن صالح أخي عمر هذه واضح أنه حلو صح؟ الكوب كيك واضح أنه من الشكل الجميل هذا الحلاء نحن صنعنا أيضا من اسم الكوب كيك من الكوب كيك حريب مكثف في الحجانة مع بعض ويختبط ما شاء الله حلو؟ ما شاء الله تبارك الله هل الحريب يلقنا في البيض الحريب خذوا الخلفية خذوا الخلفية أنتو وقلهم بينا طيب كابتن صالح هذا يعني مضر ربما بالجسم اللاعبية يقولك ما يوكل حلاء بيسمن تروح الياضة حقه أكيد 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 هذا سمن على طول منه حلاء بس أنت تعطينا رأيك بصراحة رأيك بصراحة ممتاز جدا شهادة هذه هاي ممكن يعني تنصح البيوت أيضا يعملوه يسوه أكيد اللي يتابعنا احنا في حلالوقات زي ما شرح واضح بيستفيدون يعني إن شاء الله نتمنى عن الفكرة طب عالي تفضل كل عالي الواحد اللي يخرج بشي منه طبعا المخرج يبقى اللي بغى بيختم الآن على السريع عشان يوكل لكن نحن كلمتك الأخيرة كابتن صالح وأنت تودعنا في حلقة هذا اليوم من أحلى الأوقات ونحن نستمتعين طبعا بالأكلة أشكر قناة حضرموت تحت لهذه الفرصة أشكر الزميل عمار أشكر الأخوان اللي في الستيديو إن شاء الله تكون حلقة كويسة يعني ما نسينا حد ما يسامحون نحنا وشكرا لكم إن شاء الله شكرا لكسو عدا جدا بتواجدك معي كابتن صالح بن ربيعة الأسطورة وقاهر الصين بالهدف الأسطور الذي خلد في الداكرة وسيتذكره الأجيال وأيضا الكثير الكثير من الأشخاص ساعة الأمل تبتدي ساعة المحبة ترتقي ما زلنا نرسم السعادة نرسم الإبتسامة نفكر خارج الصندوق لنقدم شيء جميل يقرب إليه الناظر ويأنس له الخاطر تحياتي عمار جمال وطاقم البرنامج لكم مننا أحلى وأطيب وأرقمونا إلى اللقاء في حلقة قادمة جديدة ومتجددة من أحلى الأوقات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة